اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة البداية من عدم مرور قانون الكابيتل كونترول بصيغته المطروحة في اللجان النيابية المشتركة اذ اكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كانعان ان هذا الاقتراح استجد من خارج الصباق النيابي والنظامي اذا والذي والنظامي والذي كاد يكرس الاستنسابية من جديد على حساب حقوق المودعين كان اجماع السادة النواب على نقطة مركزية هاجسون الرئيسي هي مسألة حقوق المودعين هذه المسألة المركزية الذي يعدم في المجلس النائب يستعداده للنقاش والبحث باي شيء على الاطلاق افهمت الحكومة هذا الكلام بشكل قاطع لا يرقى الي شك فكان المنطق الذي يكون نعم للكابيتل كونترول نعم لضرورة انشاء كابيتل كونترول ولكن بعد قطة اقتصادية تظهر فيها ارقام مقنعة نأتي الى المجلس نتأكد من صحة سلامة القطة للحفاظ على حقوق المودعين نحن ان كان لجنة المال والموازنة او لجنة الادارة والعدل اشتغلنا على مدى فترة زمنية مش قليلة حتى نطلع بصيغة مقبولة هذه الصيغة كان فيها حقوق واضحة بالسحوبات بالتحويل الى الخارج بمعنى الطلاب الدولار الطلابي بمعنى عقوبات وقاليات واضحة للمصارف اذا خالفت بمسألة تؤكد وتكرس الوضع القضائي بمعنى المراجعة القضائية بدون اي استثناءات هذا الامر شفنا انه بالمقترح اللي استجد في كتير منها اذا مش كلها معدة متوفرة خلينا نكون صريحين هذا الاقتراح لم يمر وهذا الاقتراح نحنا وعدنا انه بدنا نحافظ على حقوق الناس وبذات الوقت على التوازن المالي وبذات الوقت على صندوق النقد بمعنى التواصل معه لانه كمان مش رايحين نعمل تصادم نحنويه ونحن بحاجة لاتفاق معه من هالمنطلق كمان تبيننا اليوم انه ما في شي رسمي من صندوق النقد بأكد موفقته او عدم موفقته او شو ملاحظاته على المقترح الجديد من هالمنطلق ما بدنا نطول اكيد نحن معه انه هذا الموضوع ان ينتهي بشكل سريع ولكن بدون تسرع وبدون الفوت بالناس وبالمودعين وبتكريس اعراف صارت بالمرحلة السابقة ما رح احكي غير عن وحدة 3900 للصحوبات الشهرية يلي صار إلنا من سنتين ضرب الدولار 25 ألف وبعدا الناس بتسحب 3 وتسعة هذا الموضوع بدو ينحل بشكل متكامل مع ارقام من الحكومة وخطة اقتصادية واضحة طبعا مش عم نطلب المستحيل مستعدين للتعاون الى اقصى حدود ولكن المطلوب من الحكومة ان تتحمل مسؤوليته هاي دي مسؤوليته الارقام مسؤوليته الخطة مسؤوليته مصرف لبنان والتعاميم يلي بده تعديل وبده تصحيح مش اعادة تكريس الاستنسبية من جديد نحن نصر انه بدنا انون capital control هالانون بدو يراعي شغلتين اولا بدو يراعي حقوق المودع وتانيا ليكون هالانون فعال ومجدي بدو يكون ضمن خطة شاملة بتقدمها الحكومة فيها ارقام لنعرف على اي اساس شو بيندفع شو مدة capital control والاهم كيف بدنا نرد للمودع باي عدد من السنوات الوديعة تبعه وهون بدو يركز على 3-4 نيقات بسرعة اي قانون بشرعين المخالفات يلي ارتكبت بالماضي ولا ممكن نقبل فيه ممنوع شرعنة المخالفات وكل ما جرى بل بالعكس نحن نصر بدو يصير فيه محاسبة يلي وصل وصلتوا الناس عليه والبلد عليه والمودة عليه وكل الوضع المالي والاقتصادي مش بس ممنان شرعن لكم بدكم تتحسبوا عليه وبدو تتوزع المسئوليات وبدو يتحاسب كل مرتكب لدينا ملاحظات جوهرية على الاقتراح المقدم اليوم من الزميل نقول لنا حاس مرتبط اولا بالحق بالصحوبات بالدولار وباللبناني وضرورة تحديدة الأمر الآخر الاستثناءات حول التحويلات إلى الخارج وكأنها تريد أن تفتح باب دعم جديد للتجار بما يسمح بتهريب ما تبقى من أموال بالعملات الأجنبية بالمصارف اللبنانية هذا أمر نحن إلا ملاحظة كتير كبيرة وجوهرية عليه الأمر الأخطر وهو المرجعية القضائية المادة الثمانية التي هربت بما بما يغطي على المصارف على حساب حقوق المدعين في التقاضي وفي المطالبة بحقوقهم نحن لا نريد ضرب القطاع المصرفي لكن بنفس الوقت لا نسمح بأن يغطي نفسه بقانون من فعلنا بيغطي أيضاً على كل مرتكب بحق المدعين خلال الفترة الماضية الأهم والأخطر أن القانون كله لم يتطرق إلى مصير الأموال المحولة إلى الخارج بعد 17-20 واللي للأسف هناك تعمي عليها عدم الإشارة بوضوح إلى ضرورة إقرار أو إدراج النصوص التي تسمح بمتابعة هذا الملف هناك محاولة فعلياً للقضاء على ما تبقى من أموال المدعين الموجودين اليوم بالبلد إذا كانت بعدها موجودة لليوم أدريم أدمين مشروع يلي هو بيسميه كابتل كونترول بس بالفعل ليس هناك أرقام تركين المجال فعلياً فقط للبنك المركزي وأنه في حالة واحد صار عنده خلاف مع المصرف بيروح على البنك المركزي يعني إحنا مشاكلنا آخر سنتين هو البنك المركزي يلي كان عم يتصرف استنسابياً وكلا يتم نعرف أنه مؤسسات موديز قالت أنه من أكتوبر 2019 لليوم 9.5 مليار دولار حولت بطريقة استنسابية لمصلحة السياسيين والحامين لها المصارف والبنك المركزي اليوم أنا بعتبر أنه تمرير هذا المشروع بالطريقة مشروع الكابتل كونترول بالطريقة المطروحة هي جريمة وجريمة عار ضد شعبنا وضد أهلنا أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ضرورة أن يتضمن أي قانون يتعلق بالكابتل كونترول بداية حفظ حقوق الموديعين قبل أي بحث آخر وأكد بري أن هذا الموقف كان أكده رئيس المجلس منذ أن توقفت المصارف اللبنانية عن الدفع للموديعين وذلك في جلسة كانت قد عقدت في القصر الجمهوري بحضور حاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف أثناء حكومة الرئيس حسان دياب وبرئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أعلن عضو تكتل لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل أن تكتل لبنان القوي تقدم باقتراح قانون يتيح للبلديات إفراديا أو ضمن اتحادات وتجمعات للبلديات أن تقوم بإنتاج الكهرباء بالوسائل المتجددة أو التقليدية الصديقة للبيئة حيث أمكن وتوزع الطاقة الكهربائية المنتجة ضمن نطاقها البلدي من جهته أكد النائب فريد البستاني أن التكتل لم يسمح بتمرير اقتراح قانون الكابيتل كونترول كما هو هذا الاقتراح ليش اليوم حقيقة هذا الاقتراح ليش اليوم لأنه بعد تعطيل كل محاولة للإصلاح وزيادة الإدراء الإنتاجية من المعامل الكبيرة المركزية التي حملنا اليواء على مدة عشر سنين إن كان عبر تعطيل المناقصات أو تعطيل الأعمال بعد ما تنجز المناقصات حسب الأصول وترسع العقود حسب الأصول عبر عدم الدفع للمتعهدين حتى يوقفوا الشغل ويفكوا ويرفعوا دعاوة علينا أو بعد حرمان كهرباء لبنان من الاعتمادات لشراء الفيول لإنتاج الكهرباء لأن كهرباء لبنان ما فيها تنتج كهرباء إذا ما جابت فيول ما بتقدر تنتج كهرباء من العدم وبعد حرمان كهرباء لبنان من الاعتمادات لشراء قطع الغيار يلي بدأ تنشرها بالعمل الصابح من شان تعمل صيانة للمعامل حتى تضل تقدر تشغلها وكما تعطيل مشاريع النقل والتوزيع والشبكة الزكية والتعداد عن بعد لأيماي سنتر بكهرباء لبنان يلي تم تعطيل تصديق المناقصة على أربع خمس سنين كل ذلك وحقيقة نحن كنا أنجزنا بالسابق أنه نحن أخذنا الكهرباء من 11 ساعة سنة الألفين وعشرة ووصلنا لعشرين ساعة بالنهار بين سنة الألفين وسبتعش وألفين وثمنتعش فبالتالي ما كانت مستحيلة زيادة الإنتاج ووصلنا بالخريف والربيع للأربع وعشرين على أربع وعشرين بعدة مناطق لبنانية وبعد هيدا كله صار اليوم عم نسمع أنه أقصى ما تراه الحكومة أقصى ما تتطلع إلو الحكومة التسع أو عشر ساعات تغذي وصاروا اللبنانيين عم يدفعوا تعرف التمولد خمسة وثلاثين بالمئة أكتر من تعرفت كهرباء لبنان وصار احتياطنا من الدولار عم يستنزف تنينة وثلاثين بالمئة يعني مية وثلاثين بالمئة إذا بدكم عم ندفع زيادة أموال عم تظهر من نظامنا المصري في تنشتري مزوط محل فيول يلي عم نحرم كهرباء لبنان منه باسمي وباسم التكتل أنه نحن لن نكون شهود زور على خسارة المدعين ودايعهم مش رح تمرق نحن نتفهم كل شي اللي عم يطلبه الصندوق النقد ونحن داعمين للحكومة ونحن عارفين أنه وضع صعب ولكن في عنا شروط الشرط الأول من الحكومة أنها تجتمع وتطلع برؤية موحدة تانيا بدنا نعرف شو هي خطة التعافي الاقتصادي والمالي بدوا يشرحوا لنا شو الجدوى الاقتصادية قبل ما يقدموا القانون تالت شغلة بدنا نعرفها وطلبناها الأسبوع الماضي هي توزيع الخسائر أنا ما بقبل أنه أسمع بالصحافة أنه الحكومة توافقت على موضوع تحديد الخسائر وتوزيعها لأ ونحن بدنا نعرف نحن نمثل لأمة بدنا نعرف بلجنة المال وأنا كرئيس لجنة اقتصاد بدأ أعرف لأنه هذا القانون capital control شو بيعمل هذا بيأثر على الوضع الاقتصادي مش ممكن أنه يلي حولوا مصرياتهم لبره زمطوا واليوم نحن جايين نأمم مصريات المدعين الأوادم يلي تركوا مصرياتهم ما خاص قديش قيمة الوديعة الوديعة إذا صغيرة متوسطة أو كبيرة هيدا مال إذا كان مال حلال نحن بدنا نحافظ عليه بعدين نحن نتساءل وين مصير الوينين يلي نحن قدمناها بالأموال المحولة شو صار فيها نحن بس بشقة ألم نسيناها إيه أنا حريص إنه ما تتعثر المصارف بس ما بدنا ما تتعثر على حساب المودع فنحن رح نكون وقفين كلنا كصف هالمشروع قانون لمركزية الانتاج انتاج الكهربا نضيفة عبر البلديات واتحادات البلديات نحن منلقيه إن شاء الله بجلسة غد مطروح قانون الواجهة الخمسة اللي هو بنظم بين مزدوجين سطوح الأبنية اللي قابلة أن تستوعب الواح طاقة شمسية أو مياه سيخنة هذا القانون كتير يواكب هذه الأيام اللي الناس عم تركد تركب طاقة الواح شمسية لتحصل على طاقة هو بنظمها برتبها وضمن شروط معينة مقابل مقابل أن يأخذ هذا المواطن مساحة إضافية عبر شاحط أو عبر نسبة معينة من زيادة المساحة فأكيد يعني أن نكون ماشيين بس هذا على يعني مقياس أقل هو إنتاج فردي إذا ممكن أنه بالمستقبل هذا كمان يدخل على الشبكة في عين التيني استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وبحث معه في التطورات الراهنة أعقد المجلس الدستوري جلسته المفتوحة مكتملة النصاب اليوم في مقر المجلس الدستوري لاستكمال البحث في الطعن المقدم من التيار الوطني الحر حول التعديلات على قانون الانتخابات ولا تزال الجلسة منعقدة استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون رئيس الحكومة نجيب ميقاطي قبيل توقيع اتفاقية افتتاح المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للفرانكوفونية لمنطقة الشرق الأوسط في بيروت كما استقبل وزير الدفاع الوطني العميد موريس سليم وفي بعبد أيضا السفيرة كارولين زيدي التي تمنى لها الرئيس عون التوفيق بعد تعيينها في منصب الممثلة الخاصة للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ورئيسة البعثة الأممية المؤقتة في كوسوفو إلى ذلك كان الرئيس عون شهد ورئيس الحكومة نجيب ميقاطي على توقيع اتفاقية افتتاح المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للفرانكوفونية لمنطقة الشرق الأوسط في بيروت بين وزير الخارجية عبدالله بوحبيب ومدير المنظمة الدولية السيد جوفروى مونبوتي الذي أكد أن هدف المنظمة هو التضامن بين الدول الفرانكوفونية وأن لبنان هو من صلب هذه المنظمة مشددا على أهمية دعم التعليم واللغة والثقافة إن المنظمة الدولية للفرانكوفونية وفي إطار التضامن الذي هو أساس إنشاء هذه المنظمة فهي تساند اللبنانيات واللبنانيين وأقرب مثل هو المساعدات التي قدمتها بعد انفجار مرفأ بيروت حيث قامت بدعم منظمات غير حكومية والتي تؤمن الدعم الكامل لللبنانيين وسنكمل هذه المهام لأن التضامن بين الدول هو أساس هذه المنظمة والتي من أبرز أهدافها المحافظة على اللغة والثقافة والحضارة والأبرز هو مساندة السيدات والنساء اللبنانيات ودعمهن فاصل ونتابع النشرة أهلا بكم من جديد الأوضاع الاقتصادية تحرم عائلات عديدة من تناول عشاء عيد الميلاد فهل يمكن المساعدة؟ التفاصيل في تقرير جانيفر مزرعاني عشاء الميلاد تقليد سنوة ممكن يستغني عنه عدد كبير من العائلات السنة بضر رفع الدعم عن الدواء والمحروقات وارتفاع أسعار جميع السلع والغلاء تلجأ بعض العائلات اللبنانية إلى تقليص عدد وجبيتها إلى مرة واحدة باليوم بحسب آخر إحصاء للبنك الدولي 55% من الشعب اللبناني أصبح تحت خط الفقر وبالتالي رفاهية عشاء الميلاد ما رح تكون متاحة للجميع مع الأزمة كثير زادت طلبة أنا متذكر كنا بالنهار يجينا تقريبا 400 شخص عم بتهم مساعدة وكثير منها عالم اللي الناس ما بتعفقوا أنه كانوا بطبقة الوسطة أنا فيه يقول أنه اليوم مثلا أنه نحن النهار اللي عم نوزع 400 فصة عم يجينا قدهم تقريبا 800 شخص عم يطلبوا بالميلاد هنحاول أنه نعمل دبل اللي عم نعمل يعني أزوز 200 عائل هنحاول أنه نساعد تقريبا 300 200 عائل نحن كجمعية مش بس نشتغل حصة كمان كجمعية نشتغل كل الأكل الفائد من الإبنس سأنا من خلال عيد المقابل يحب أقول كل الأشخاص الميسورين حالتهم منيحة تفضل عندهم زائد أكل بعشا الميلاد لأنه هذا الشي في نقول دائما مصير دائما نفكروا بالعالم بحاجة وإذا لم يكن لديكم حدا فيكم تتصلوا بالجامعية وفي عنا نحن كمان برادات خير يعني برادات ممكن أنا كالشخص عندي فائد أكل حطة بها البراد وشخص محتاج حيخدها هاي كمان طريقة كتير بسيطة بس تعمل فرق بحسب الباحث بالدولية للمعلومات محمد شمس الدين ارتفعت الأسعار بنسبة 700% منذ عام 2020 حتى شهر تشرين الثاني من سنة 2021 وهالأسعار مرشحة للارتفاع أكتر وأكتر في حار رفع سعر الدولار الجمركي وانهيار سعر صرف الليرة نحن اليوم على أبواب عياد الميلاد وراس السنة في كتير عيال لبنانية ما رح يكون عندها القدرة أنه تأمن مستلزمات العيد من حلوة أو يافي أو تحيي حفلات العيد والخوف الأكبر أنه كلما ارتفع سعر صرف الدولار يتراجع القدرة الشرائية نحن نعرف اليوم أنه لحد الأدنى المجور لازار سابت على 675 ألف ليرة والرواتب في 95% من اللبنانيين يقبضوا رواتبهم بالليرة اللبنانية وهو دي مثل ما نعرف فقده 93% من قدرتهم الشرائية ممكن تقرر بعض العائلات أنه تقتصد السنة بعشا الميلاد عبر تقليل عدد الأطباء الميلادية ينصح أيضا بشراء المنتوجات الوطنية اللي بتقل تكليفتها عن المنتوجات المستوردة أما بالنسبة للعائلات الأكثر فقرا ممكن تستمتع بعيد الميلاد عبر الاحتفالات اللي بتنظم الجمعيات الإنسانية واللي بتقدم خليلها عشا وهدية للأطفال مش من المستحيل إذن الاحتفال بالعيد وتجديد السعادة والأمل ولو جزئيا فاصل جديد ونتابع النشرة أهلا بكم من جديد في الأخبار الأقليمية والدولية استقبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد في طهران وأكد شمخاني أن الاستقرار والأمن الدائم لن يتحقق إلا من خلال تعاون دول المنطقة لافتاني إلى أن العلاقات الودية مع دول الجوار والتبادل الاقتصادي والتجاري والاستثمارات تعد من أولويات إيران في مجال السياسة الخارجية كما أكد ضرورة عدم تأثر دول المنطقة بالتدخلات الخارجية من جانبه أوضح بن زايد أن تعزيز العلاقات الودية والأخوية بين أبو ضبي وطهران يعد من أولويات الإمارات مشيرا إلى أنه من الضروري التعرف على العناصر التي تعيق تعزيز العلاقات بين البلدين وإزالتها من خلال تشكيل مجموعات عمل متخصصة ولسيما في مجال التعاون الاقتصادي من سلطنة عمان يبدأ الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي جولة رسمية خالجية تستمر خمسة أيام ونقلت صحيفة عقاض عن مصادر ديبلوماسية أن ولي العهد السعودي يستهل جولته الخالجية وهي الأولى له بعد القمة الخالجية ثم يتوجه إلى البحرين وقطر والإمارات والكويت وذكرت هذه المصادر أن جدوى الأعمال الجولة يشمل مناقشة الملف النووي والصاروخي الإيراني بكافة مكوناته وتداعياته وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي اختتم البابا فرانسيس زيارته إلى اليوم مع هذا الخبر نصل إلى ختام هذه النشرة للمزيد تابعونا عبر إنستجرام فيسبوك وتويتر شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء